اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من دور التعليم برنامج ألس ريتر ضمن دبلومة تصميم الشاملة في هذه المحاضرة راح نتعرف على مجموعة قيمة جدا من أدوات التعديل اللي هي البايدفايندر طبعا هذه المجموعة مهمة جدا وغلب المصممين ما يعملون بها وما يستخدموها بشكل فعال لو اجينا على create new ونفس القياس راح يكون عمودي ومن ثم create طبعا راح نكبر شوي القياس ورح نجي نضيف شكل مستطيل هذا شكل المستطيل ورح يكون مثلا لونه أزرق والسترك راح يكون بدون سترك ورح نجي نضيف شكل دائرة هذا شكل الدائرة راح يكون مثلا أحمر مثل ما تلاهظون راح تكون بهذا الشكل راح نحدد هنا ومن أداة الموف تول طبعا لابد أنه التحريك يتم أول مرة نضغط alt إذا نريد نضغط shift لازم أول مرة نحرك وبعدين نضغط على shift أيضا alt ومثلا بهذا الشكل ممكن أنه هذه المجموعة ننزلها وهذه المجموعة تنزل أيضا قليلا تمام جدا لو اجينا لقائمة window نجي هنا بالأسفل عندنا هذه الأداة اللي هي pathfinder طبعا أنا عدي هنا عليها علامة صحي أنها موجودة هذه الأداة هذه المجموعة اللي هي pathfinder طبعا بها مجموعة أدوات راح نتعلم هذه الأدوات شون هي طبعا أول واحدة اللي هي unit أو unite اللي هي اتحاد نحدد الشكلين وبالتالي نضغط على unit راح يسبب لي اتحاد لهذا الشكلين يحولهن إلى شكل واحد لو اجي تغيرت لونهن راح يتغير لونهن بمرة واحدة طيب نجي إلى اللون يعني ليش صار اللون أحمر مو لون أزرق طبعا هنا نعتمد على front الشكل اللي هو بالأمام هو نفسه راح يكون الشكل الجديد أو الشكل الوليد يعني لو اجينا هذه الأشكال اتنيناتهن لو اجينا هذا الشكل اللي هو الدائرة وضغطنا click amen عليها ورحنا مثلا على arrange وقلنا له send to bag اي انه صارت الدائرة في المؤخرة والشكل المستطيل صار في المقدمة لو حددناها لاثنياناتهن ورحنا على unit راح يصير الشكل لونهن ازرق وبالتالي انه الشكل الوليد صار هو المستطيل ليش لانهو في المقدمة اما هذان الشكلين راح يكون الشكل الوليد هو احمر بلون الدائرة ليش لان الدائرة في المقدمة مثل ما تلاحظون طيب هذه اللي هو الشكل الاول او الخيار الاول الخيار الثاني اللي هو minus front اي انه راح يطرحن الشكل اللي بالمقدمة من الشكل اللي بالمؤخرة يعني هذا الشكل اللي بالمقدمة الدائرة راح يطرحن ايامنيا من المستطيل اذا لاحظ نحددنا اثنياناتهن minus front الدائرة راح تنطرح امنيا من المستطيل طبعا راح يطرحن المناطق المتلاسقة او المتلاقية طيب عدنا اهنانا الشكل اللي هو انترسكت انترسكت راح يطرحن المناطق الفائضة والمناطق المتحدة راح يبقينا ياها نلاحظ انه هذا الجزء هو متحد بالشكلين راح يخلينا فقط الشكل الموجود نجي الى الشكل الثاني اللي هو exclude exclude راح يبقينا كل المناطق اللي ما متحده ويطرحن فقط المنطقة اللي متحده مثل ما تلاحظون اللي هو exclude جيد جدا نجي الى الشكل اللي هو الاكثر استخداما اللي هو divide تقسيم لو حددنا هذه الاشكال واختارينه divide divide انه راح يقطعنه المناطق المتلاقية يعني هذا ذا ضغطت عليك لك راح يكون شكل وهذا راح يكون شكل وهذا راح يكون شكل راح يقطعنه ياهن ويجزئنه ياهن المناطق المتقاطعة طيب بعد عدنا هذا الامر اللي هو trim trim راح يقطعنه الشكل الى شكلين يعني هنانا مثل ما تلاحظ جزئنه اكثر من شكل اما هنا راح يترك المنطقة اللي هي المنطقة اللي بالخلف ويخلينه فقط المنطقة اللي بالامام ويفصلها عن الشكلين او يفصلها عن الشكل الرئيسي مثل ما تلاحظون هنا اذا اختارينه trim هذه الدائرة راح تكون واحدها وهذا الشكل راح يكون واحده اما في الامر divide لا راح يقطعنه ياه الى اجزاء مختلفة طيب ناخذ بعد امر اخير او قبل الاخير اللي هو الامر merge اذا لاحظ الامر merge هو راح يدمجنه الشكلين ولكن بنفس الخصائص اما الامر unite او unite راح يدمجنه ياهن ويغيرن الخصائص الى الشكل اللي بالفرونت او الشكل الاعلى طبعا الامر اللي هو merge راح يدمجنه ياهن مع الاحتفاظ بخصائص الشكلين اخيرا راح ناخذ الامر اللي هو minus back طبعا عدنا اهنانه مثل ما نلاحظ اللي هو الامر minus front هذا اللي هو راح يطرحنه الشكل اللي بالاعلى اما اهنانه راح يطرحنه الشكل اللي بالاسفل او بالخلف اما الامر الاخير اللي هو ال outline طبعا بعد ما حددتنان الشكلين واضغط على outline راح يخلينا يعني فقط outline فقط حدود يعني فقط استيروك راح يبقي ورح يلغي التابعة طبعا ان شاء الله بالمحاضرات القادمة راح ناخد تمارين قوية جدا على هذين الاوامر راح نشوفهن انه راح يسهلن علينا هواي امور وهواي طرق في التصميم نلتقيكم في المحاضرات القادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة